أهلاً 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 بيكم معنا نبدأ مع بعض الفقرات بتاعتنا يمكن بمقدمة بسيطة قصيرة وأتمنى إنها تكون يعني مفيدة لنا كلنا بصوا يا جماعة الرياضة هتفضل طول الوقت رياضة الرياضة ما فيهاش انحيازات الرياضة ما فيهاش الانحيازات الحدة بمعنى أدق الرياضة هي الروح اللي قيمة على مسألة التجميع مش التفريق تحت أي ظرف من الظروف خالص أنا واحد من الناس زي ما أدوزهم تابعته أكتر من مرة أنا رجل زمالكاوي وكل حاجة أنا بشجع أي نادي مصري يلعب في وجهة أو في منافسة لأي نادي تاني غير مصري فلو جينا مثلاً اللي عبنا مع حد من نوادي الفرق العربية آه حبيبنا وإخواتنا وميد فلو واربعتاشر بس أنا هشجع النادي المصري اللي بيطلع بيلعب يطلع بقى زمالك يطلع أهل يطلع إسماعيل يطلع مصري يطلع اتحاد يطلع أولمبي مش عاوز أنسى حد اللي بيلعب إحنا هنشجعه تاني الرياضة دايماً هي الأساس فيها فكرة روح التجميع للتفريق ده أساس ده فكرة الرياضة في حد ذاتها الدورات الأولمبية والبطولات العالمية أصلاً معمولة علشان إيه هل هي كنت معمولة علشان التنحر ونعلم على بعض لا إطلاقاً ده هي معمولة علشان المجتمعات الشعوب تقترب من بعضها وتتعامل مع بعضها البعض في إطار من المنافسة اللطيفة الشريفة الجميلة جيدة أو حلوة الروح ده الأساس برضو بالمناسبة مش علشان أي حاجة تانية مش علشان نطلع إحنا أحسن ناس في الكذا ودول أحسن ناس في الكذا خالص وبالتالي تفضل دايماً الرياضة للي لعبها وجربها بتبقى حاجة جواكدة إنه مفيش عنده أي شكل من أشكال التعصب حلو؟ طيب